من الواضح أن أكثر ما يثير الجدل تحت قبة البرلمان هو تعديل قانون الانتخابات بصيغة تكون مرضية لجميع الأطراف المختلفة عليه حيث انقسمت الكتل السياسية إلى ثلاثة فرق يرى الأول منهم أن تعديل فقرات القانون الحالية أمر لا بد منه بعد الصراع السياسي الذي أفرز حكومة لم ترضي جميع الأطراف فريق آخر يتربص من منطقة الحيادة التي يقف عليها وينتظر أين ستميل الكفة ليكون معها بخلاف الفريق الثالث الذي يمتلك التأييد للإبقاء على القانون بصيغته الحالية لضمان عدم سيطرة الكتل الكبيرة على المقاعد والأصوات في حال تم إلغاء تعديل الأخير وإرجاعه إلى ما كان عليه في السابق وبالحديث عن المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات يقول أعضاء في اتلاف المالكي إن من الصعب تجميع الكتل السياسية المختلفة في كتلة واحدة لتشكيل الحكومة وهذا ما ساهم في غياب سرعة تشكيل حكومة قوية بحسب فقرات القانون التي تم التعديل عليها مشيرين إلى أن التعديل الأخير الذي تم على قانون الانتخابات بعثر أوراق العملية السياسية من جهة أخرى دعا نواب القوى السياسية إلى فتح أبواب الحوار لإنهاء الخلافات حول قانون الانتخابات المحلية مبينين أن اعتماد نظام الانتخابات القديمة سيقصي ما سموهم المستقلين والنشئين مراقبون يرون أن قانون الانتخابات مهما كان شكله لا يصب في مصلحة الشعب العراقي لأنه لن يغير شيئا بمسار العملية السياسية ولا بسلطة الكتل النافذة وإنما هذه الخلافات حول قانون الانتخابات تتعلق بصراع حزبي بين الكتل التي تتحكم بالمشهد الأمني والسياسي والاقتصادي وترى أن القسمة السابقة لم تلب طموحات جميع الشركاء في المنظومة الحاكمة